الخبر الأول اللي عدنا عن نورستار ومرضها فأم نورستار نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي شاد حطى بي صورة نورستار شاد كاتبة كلام اللي هي الكلمة الطيبة صدقة والمرض أجر وعافية وبلا إشاءات كاذبة قول خيرا أو اسكت وأي تعليق سلبي أو كاذب ردي ماروف اللي يهمني الإنسانية واحترام المشاعر وبعدها نزلت هذا البوست اللي بي تصميم نورستار ودعاء لها وبالأخير كاتبة سلامات يا نور ماما فمن الواضح أن نورستار حاليا تعاني من مرض معين لكن الصراحة الغريب هم ليش ما أعلنوا عن المرض أو شنوه بالتحديد الصراحة ما أدري على كل اللي اللي يفيها يا رب ولا تنسوا لي حبايب تدعو لها بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو ريدر وأغنية الجديدة فريدر كان متحدي متابعين أن يوصلوا لهذا البوست لـ 30 ألف لايك وينزلهم أغنية على الإنستجرام وطبع المتابعين كفوا ووصلوا التحدي فريدر نزل على حسابها بالإنستجرام الأغنية الجديدة للصراحة رهيبة رغم أنه هي بسيطة تحسها ولكن جدا رهيبة راح تقوم شيء من عدها واللي حاب أن يكملها على حساب ريدر بالإنستجرام أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي أسو فأسو نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي تقول بي أنه فعليا حاليا بدل عد التنازلي للمفاجأة اللي صار لها معلنتها من فترة راح تقوم هذا الستوري شوفوا الخبر الثالث اللي عدنا عن كشف سر أنس وأصالة وخاصة بأغنيتهم الجديدة فبالنتبه الأشخاص اللي سمعوا الأغنية ودقيقة وعدل يمكن لاحظوا الشغلة واللي هي أنه بنهاية الأغنية كان مكتوب كلام هذه الكلمة كانت باللغة اليابانية واللي يعني بالعربية كلمة يتبع فمن الواضح أنه الأغاني اللي راح ينزلوها بالقادم راح تكون هي تكملة الأغنية هاي فيعني أنه بعد ملتقوا بالصدفة شنو صاروا إياهم بالضبط الصراحة أن الفكرة جدا رهيبة وأكيد راح تحمس الجمهور للأغاني القادمة فكتبونا يا حبايي بالكومنتات شنو رأيكم بهذا الخبر الخبر الرابع اللي عدنا عن نور مار وشي الغريب اللي سواه واحد من فازات نور مار نزع على حسابه بالتيك توك هذا التصميم اللي هو كان تصميم عادي ولكن نور مار كتب له تعليق واللي كان راح تنسوني اللي شافه والتعليق فسره أنه نور ستار دي يسأل متابعين وفان ذاته أنه هل هو إذا ترك اليوتيوب أو السوشيال ميدا راح تتذكروا أو تسوي لتصاميم أو لا ما دري صراحة أنكتبونا بالكومنتات ليش توقعون نور مار كتابه يش تعليق غريب خاصة بعد الإشاعات اللي طلعت عليه الخبر الخامس اللي عدنا عن أنس الشايب وترك البيسان اسماعيل فأنس الشايب نزع على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يعلن بي عن السفرة فشان كاتب هلو والله أحزره وين مسافر أما بالنسبة لبيسان اسماعيل فهي ما علنت أنه حد سافر فأنس الشايب راح يسافر واحدة أو ممكن أنه هو يسافر لألمانيا وبعدها يلتقونوا يا بيسان هناك فكتبونا يا حبايا بالكومنتات وين تتوقعون أنس الشايب نسافر هل حيرجع لأردن أو راح يسافر لألمانيا وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطعات بين المقطع أجابكم لتسعطون لايك ساركوا بالقناة تشاركوا بالقناة في زي ما خد مملكة القصص وبس مع السلامة